وليد شوفناك عم تتنقل يعني عرفنا من خلال ما ذكرت أنه إصابتك أو إعاقتك هي نتيجة إصابتك خلال الحرب الأهلية بشازية في منطقة الظهر وتسببت لألك بشلل سفلي ولكن هذا الكرسي المتحرك اللي شوفناك عليه هل هو كرسي جاهز يعني فيه يشتروا بهذا الشكل اللي هو ولا أنت صنعته تتحول إلى هذا جاهز هذا جاهز هيك ويجي أنه هو شبيه شوي بدراجة يعني موبيلات أو بدراجة نارية صغيرة نعم إلى هذا بيجي جاهز المعاقين يعني ومن ألمانيا هذا يعني مستورد والحمد لله يعني يعني جبت الله يسر لأمور يعني في شخص برعلي فيها وبرحه بيجي فيها الحمد لله أدي المسافة اللي بتقطعها اليوم 40 كيلو تقريبا هي بتقطع 40 كيلو حسب البطارية يعني نعم هي على البطارية بتمشي على البطارية نعم أوكي هي محاولة للبيئة يعني كمان صديقة للبيئة نعم بتقطع 40 كيلو يوميا فيها بش لا أقل من 40 كيلو بقطع فيها هو أدي فيه من شحيم لصيدا؟ بس حسب فيه فيه فترات بمشي أكتر ب40 كمان بس بأخذ محطة تشريج يعني مشارج أدي فيه من شحيم لصيدا؟ فيه تقريبا بالعشرين كيلو هذا نحن روحة عجرين رجع عجرين في عشرين روحة وعشرين بس هنا طلعات ونزلات تحسبها دبل وهي مجهزة أنها تطلع بطلعات نعم الحمد وبالنزلات يعني عادي نعم طيب ليش اخترت هذا الكرسي ما اخترت سيارة لك؟ بالشيطة كيف تتنقل علي هذا الكرسي؟ خيروني بالسيارة وهذه نعم أنا اخترت هذه أكتر من السيارة أنا بسوء يعني ما عندي معي دفتر سواء نعم فأساتسة وما بسوء سيارة بس هذه أسهل إلي من السيارة يعني بتنقل فيها لشغلي ولعملي وقلب البلد وإذا كنت تطرحها لي مطرح فيها أسهل لي بس هذه يعني خلينا بالأول نبدأ بالشيطة كيف تتنقل فيها؟ بالشيطة بحمل شمسية أيام بس لو تكون في شيطة قوي كتير لأ طبعا ما بظهر فيها ما بتظهر فيها؟ ما فيني طبعا بس كنت شيطة قوي كتير يعني إذا في شيطة بس حتى إن في شيطة يعني بتشد هي ما تتمشي يعني عادي نعم طيب والخطورة نسبة الخطورة يعني منا آمنة يعني لسه محلة إني أنت ورايا على الأوتوستراد أو على الطريق السريع مثلا أنا محلة إذا تطمد فيك سيارة أو كسر عليك حدا أو ضرب فيك حدا يعني هذا ما فيه بدي أقول أني واعي يعني أني بركز عليها أكتر وخصة عليك واعي وكذا أن هي ثلاثة دولية بشيطة نجي وأني ما عندي توازن كمان نعم بس لأ أن هي مجهزة لها الشيء مجهزة يعني يعني العالم عطري كيف تتعطى معك لما تشوفك ماشي بين السيارات لا الحمد لله عادي يعني ما عادي يعني ما هو اليوم أنت ماشي يعني بأخذ أكسر يميني مثل ما بنقول يعني بيعرفوا أنه عندك احتياجات خاصة على هذه الأشياء أحاطر إشارة أو بيفكروك أوقات أنه من الشباب اللي عمسوا لا الحمد لله بي بينها هي مواضحة يعني والإشارة كمان أنت شو بتشتري؟ أعمل حفر خشب حفر خشب؟ نعم على الخشب وعندي ميليماركة صغيرة كمان نحات يعني نحات خشب نعم نحات ويخرق الحفر عن النحات؟ تخرق خشب أيوه أعمل أحرف بالعربي بالإنجليزي أعمل مجسمات كما أحظت بالشريط نعم ووضعك العائلة؟ أعزب مبدأ أعزب كنت على خطوة الخطبة أيوه كنت البنت مطفئة أنوية وكل شيء بس الأهل رفضوا أهلها؟ أهلها رفضوا مقعدة على العربي وكذا وهي ما قاومت معي ألتهى الموضوع حديد إسا تحت نصيبي يعني وسببت لك شيء وضع؟ عادي هلأ عم بتجيب لي معك غرض كنت عم بتقلي أهل بس المفرقة أنه كنت عم بسألني تيتأكد هو باعت شيء ما بعرف على أي كاميرا ميليت بدي عندك؟ أوكي باعت شيء هو بعملون حفر على خشب بإسمي وبإسم زوجتي سألني هو تيتأكد علي بدي أتأكد من شغلي اسم زوجتك رانيا قلت له إيه سابقة كانت إسما رانيا هلأ غيرت فرجع ضبها بالكيس هلأ قال لي لأ أكلتها تضرب لا هي زوجتي مضبوط إسما رانيا نعم وبإسمها وبإسمي أريد أن أفصل لك شوي نبدأ جزء زيتون نعم زيتون هذا هذا زيتون وهذا حرف سويدي خشب خشب سويدي أيوة أنا أصحب بيتها قلت لك هي رومانسية أنه قلبك حضن قلبة لرانيا أيوة هي وردة عندك رانيا بحياتك والله يخليك وعقبل ما نشوف كمان عندك وردة ونحن نباد لك بشي مماثل لك شكرا لك دكتور خوري نحن يعني قلنا بالبداية إذا الشعب إذا الشعب يوما أراد الحياة نحن غيرنا بالمقولة شوي فلابد أن يتحدى القدر إلى أي مدى بتعتبر الوضع النفسي لعب دور عند وليد لخليه يقدم على ما أقدم عليه هو كل إنسان يتعرض لعاهة يصبح عنده حالة معينة من الصمود والتصدي بشان هيك طلعت المقولة كل صاحب عاهة جبار اللقوته بعناده بموظبته ومثبرته أنا أدعو لأنه بيجينا كثير أشخاص محبطين ومكتئبين نتيجة الضرب القاسي لتلقوا نحن مندعيون إلى ممارسة دور إنمائي بحق نفسه أنه يشتغلوا شوي على حاله ينزلوا على الشريع يجيبوا سيارات تصلح لقيادة معاقين أو متوسيكليتات بس أهم شي ما يبقوا بالبيت وما يعملوا شي أنا بدي أتشكرك دكتور خوري بدي كمان أتشكرك وليد وشكرا على حضورك معنا بس كمان حضورك معنا إلو مدلولات أخرى بشجع يمكن كتير ناس بحالتك أنهم يصمموا على أنهم يكملوا حياتهم وهذه المسيرة أنا بس كلمة صغيرة بس تفضل بس كلمة صغيرة بدي أشتغل كتير المقعد بلبنان بيعمل كل شي بالحقيقة فيه منه الدكتور فيه منه المهندس فيه منه مدير بنك فيه مدير مؤسسة يعني المعاقين بيش لا تتسول بلبنان يا نحن بداولا نحن بداولا نحن